أنابى الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكلين من الظهور على قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بمناسبة ذكرى رحيله أنابى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركة في احياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وفي تقليد عسكري اصيل قام الفريق اول عبد المجيد سقر بوضع اكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة كما التقى باسرة الزعيم الراحل ونقل لهم اعتزاز وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة بما قدمه الزعيم الراحل من خدمات جليلة لدعم القضايا العربية والاقليمية ومساندة الشعوب في نضالها من اجل الاستقلال والحرية واكد القائد العام للقوات المسلحة ان التاريخ المصري يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من انجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر مع طلائع القوات المسلحة بتأييد من جموع الشعب المصري للقضاء على الاستعمار والتبعية وبناء الجيش القوي القادر على حماية الوطن حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر اشتركوا في القناة